بسم الله الرحمن الرحيم ما أحلى صباح يوم الجمعة صباح يوم الجمعة كده وليالي رمضان وأيام رمضان المفترجة الجميلة وهي تهل علينا بقرعة دوري أبطال أوروبا لأنت تنزل تصلي الجمعة كده وتصحق ريفريش وتبص وتفتح التلفزيون تشوف القرعة بقى بتقول إيه وتأتي أقوى قرعة أنا بشوفها يمكن من سنتين ولا حاجة يعني أرعى بصراحة ايه ايه يا زمن ايه يا زمن عايزين مننا ايه مش لا حاجة أقولها أنا لساني متلعسم ما بين فرحة وما بين خوف ما بين قلق ما بين توطر ما بين ممكن ما بين جايز ما بين يا رب طب ازاي معرفش بصراحة الموضوع هيرسي علي ايه بس في الآخر خلينا نقول إذن أعلنت يعني أو أعلنت قرعة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم موسم الفين اربعة وعشرين عن الثمانية الكبار ومواجهات كلها نار شفت ثمانية تحس إن أنا رمز جلال مواجهات كلها نار مواجهات كلها مشعللة مواجهات كلها قوية جدا 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 ومواجهات قريدي انت شفتها قبل كده وحصلت قبل كده يعني انت لما تتكلم في بايرن أرسنال شفناها كتير لما تتكلم في الستي ريال مدريد شفناها كتير ولما تتكلم على برشلونة باريس سان جيرمان شفناها كتير ولك في الستة والريمونتادة التاريخية عبرة وهفضل عايش عليها عادي ما عنديش مشكلة وطبعا أتلتكو مدريد المحزوز وبروسيا دورتمونت اهدى كده وصلى عن نبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونمزمز واحدة واحدة في القرعة طيب تسألني تقول لها عم عمر قبل القرعة ما كانت تعلن هل انت كنت متوقع انه تلاعب باريس سان جيرمان او انت كنت شافي اقولك بصراحة بمنتهى الامانة قبل القرعة ويمكن بعد اليوم الكسب في أتلتكو وخلاص بقى شكل التمانية جهزين وكملين كنت قعد مع اصدقائي المحترمين ادهم جمعة ومهند والشباب الحلوة دي وعيوتي وبريكي والناس الجميلة دي كلها فسألتهم سؤال قلتلهم برشلونة ممكن تواجه مين كلهم بدون استثناء كلهم اجمعوا ان على ان برشلونة هتواجه بايرن ميونخ وانا كنت ميال سيكا انه آه ممكن برشلونة يواجه بايرن ميونخ صغير كده هتقول لي بريس اقول لك لا ان احنا كان ممكن يبقى فيها كلاسيكو او فيها أتلتكو مدريد او الكلام ده كله ما كنتش بالصراحة عامل حسابي على بريس خالص فده كان الرؤية المبعدية ولكن دائما وابدا تأتيك قرعة دور الابطال من حيث لا تتوقع ومن حيث انه غير المنطق خالص والعقل واللي انت تكون متوقعه تجيلك بنتايك خالص تانية مختلفة وهو ده اللي احنا شفناه في القرح وتعالى نمشي في المطشاط واحدة واحدة ونتوقع مين هيودي على فين ونتوقع مين هو بطل دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم عندك اول مواجهة كده استفتحنا عينب قالك الارسنال ديب باير نيميونخ على طول ودي كانت بالنسبة لي اللي هو اه يا سلامة بايام العشرة بايام الاسكورات بالحاجات الحلوة ولكن انا عارف انه جمهور الارسنال بيمني نفسه بانه لا احنا شكل الفرقة مختلفة وارتتة ولعيبة وتفاصيل وادارة وكذا وكذا والمفارقة الحلوة والعجيبة في الموضوع انه بايرن مش هو بايرن والارسنال مش هو الارسنال المعتاد الارسنال في صحوته وفي سولجانه وتوهجه وبايرن مش افضل حاجة اه كسب اخر مباراة في الدوري مينز تقريبا تمانية واحد عد من من فخ لاتسيو بدور الابطال فنوعا ما الدنيا ها ماشي بس انت بتتكلم في انه عندك مشاكل جوه قدت اللبس في البايرن عندك مشاكل على توماس تخل الدوري بنسبة كبيرة احتمال اصلا يروح ويضيع فالدنيا مغمأة ماشي بس ميزة البايرن هو بيعرف يتعامل مع المشاكل دي ماشي يا الدنيا انه في ظل المشاكل دي كلها لا لسه المنافسة في بطولة الدوري شغالة لسه المنافسة في بطولة دوري الابطال شغالة وعارف يعدي ويعملوا التفاصيل دي كلها ارسنا للناحية التانية انا بالنسبة لي بشوفه ممتاز جدا في بطولة الدوري مع دور الستاشر هو سيء جدا سيء جدا في دور الابطال في دور الستاشر بس دور المجموعات كان كويس جدا في دور الستاشر البداية ما كانتش حلوة عانى قدام بورتو في البرتغال وخسر واحد صفر رجع في مباراة العودة كانت الدنيا برضو مش احسن حاجة ومش افضل حال ولكن عارف ان هو يخطف والحظ خدمه انه كسب في الاخر ضربات جزاء لانه كان ممكن في النهاية تلاقي ان الموضوع رايح في الوبا وتلاقي بورتو هو اللي كسبان ارسنال ومعادي والدنيا تروح منك فهي دي المفارقات ولكن هل ممكن الارسنال تعمل مفاجأة؟ هل ممكن البايرن بالذكريات القديمة يقول لك لا ده انا الابرهند وكذا انا بقول لك الارسنال لو دخل المباراة دي مهزوم نفسيا بالذكريات السلبية اللي كانت قبل كده هيشيل وهيخسر لو دخل بماغ جديدة وبفكرة جديدة وانه هو ما يخافش ويلعب على الخصم وكل خصم ليه مباراته وكل خصم ليه سيستيمه وليه اهدافه ممكن يعملها جدا لان البايرن مش البعبة انا بقول لك لاتسيو كانت يعني كان ممكن تعمل تخطف في المباراة الزهاب واحد واثنين اه رجعه في المانيا اداسه ولكن كان الموضوع في خطورة لكن في هذه المواجهة انا روح للعقل والمنطق اللي يقول لك انه البايرن هو اللي يفوز على الارسنال لانه انا الارسنال ما اقنعنيش قدام بورتو وبما ان الارسنال معرفش عدي بورتو او سوري عد بورتو بصعوبة فتعتيت البايرن هتبقى شقة جدا عارف ان كل مباراة ليها حزبتها ومباراة دور المغلوب والكسبان مستمر والكلام ده ليها حسابات مختلفة بس انا روح ان البايرن هو اللي يصح طيب عندك بسم الله الرحمن الرحيم منشستر سيتي وريال مادريد المواجهة دي انت شفتها تلات اربع مرات في اخر سنين سنتين تلاتة مثلا حسن هما الموسم اللي فات لعبوا بعد ساعتاشر مرة والموسم اللي قال لي لعبوا بعد سبعين مرة فتحس ان المواجهة دي خلاص بقت ايه شبه محفوظة كده انه في الادوار النهائية او في الادوار الدور التمانية دور الاربعة فاينال ريال مادريد منشستر سيتي ممكن يقعوا مع بعض والقرعة وقعت الاتنين مع بعض وكالعادة بذكريات الفم حاجة رودريجو وبذكريات برضو بيب جورديولا وصعوده على حساب ريال مادريد قبل كده مواجهة هتبقى صعبة جدا خلي بالك ان الاتنين عندهم مشاكل ريال مادريد مش هو ريال مادريد اه ماشي كويس بخطة سابتة في الدوري مساعدوا نتائج الاخرين وتعصر جيرونا على تعصر برشلونا على كذا على كذا فايدوا توهج جود بلينجهام مع فواءان فينيسيو الجونيور دائما وابدا في بعض المطشاط مع تقلق لونن الموسم ده كمان مساعد بشكل كبير جدا على وجود ريال مادريد في السيمي فاينال اه سوري في دور التمانية وتصدره لبطولة الدوري الاسباني ولكن ريال مادريد مش هو ريال مادريد فدايما حط تحتها مئة الف خط واسأل جمهور ريال مادريد ويجاوبك منشستر سيتل ناحية التانية ليس هو كالعادة منشستر سيتل اللي انت تعودت عليه في الموسم السابق ولكنه يملك هلند يملك كيفين ديبروينة ويملك المتوهج هذا الموسم في الفودن حط تحت في الفودن مئة الف خط اه تعرض لضربة كبيرة جدا وهو ان ايدرسون مصاب الله اعلم هيلحق ولا مش هيلحق ولكن انا بشوف انه ارتيجا الحارس البديل بصراحة ما يقلش حاجة عن ايدرسون حارس كويس جدا وحارس بيبقى جاهز وحارس ما بيهبش المواقف الصعبة وبيقى حاضر وبقوة فمش حاسس انه هيبقى فيه فرق كبير جدا اه هيبقى فيه ضربة صعبة ليهم بغياب ايدرسون ولكن اعتقد انه ارتيجا يحل محل ايدرسون في هذه المناسبات وعندك بالاضافة كمان ليهم واحد زي رودري فانت فيه اوراق رابحة هنا وفيه اوراق رابحة هنا اه ده متصدر الدوري الاسباني ده فرق نقطة في الدوري الانجليزي الدنيا مش احسن حاجة عند الاتنين مواجهة تبقى صعبة جدا وبشوفها دايما ان مواجهات دوري الابطال كلها في الدور ده هي خمسين خمسين كله عنده نفس الحزوز كله عنده نفس الامل انه هو يعدي بس انا شوف ان انت هتخش هذه المواجهة وانت حامل اللقب تديك ايج شوي تديك سنة شوي بس الناحية التانية دائما وابدا ريال مادريد حلو ريال مادريد وحش ريال مادريد في تاريخ دوري ابطال اوروبا غير وما تضمنش الكارلو انشلوتتي ممكن يعمل ايه وما تضمنش ساعتها فوقان لعيبة ريال مادريد هتبقى عاملة ازاي ولكن انا روح في التوقع لهذه المواجهة وهو ان السيتي هو اللي هيخطف لكن عايز اقولك الحاجة ان بطل الموقعة دي ساعتها يكون جود بالانجهام رايح جاي ومعها في الفودن هل ان ده انت مش هتشوفه في المطشين عشان بس نكون ايه سكة وعدو غري فيكون منشستر سيتي هو الذي سيفوس في مواجهة ريال مادريد طيب عندنا بعد كده بروسيا دورتموند واتليتكو مادريد اتليتكو مادريد ابهروني بصراحة قدام انتر ميلا وكانوا يستحقوا الصعود بالمناسبة على مباراة العودة في الويندا مترو بوليتانو ما شفتش بروسيا دورتموند اوي قدام بي اس في ايندهوفن في المطشين ما تبعتش حاجة يعني مركزتش معاهم بس انت بتتكلم على بروسيا دورتموند في بطولة الدوري الالماني عايز بس ابص معاكو كده هما المركز الكام اعتقد ان انت بتتكلم في مركز رقم اربعة يعني هما المركز الرابع بفارق بفارق عشرين نقطة عن عن باير ليفركوزن المتصدر يعني انت بتتكلم الموضوع يعني في الدورية معاهم صعب بس ستيل هو بيحاول يدخل المنافسة ويحافظ على بقاءه للمواسم اللي جاية في دور الابطال لكن قتلتكم مدريد بصراحة باللي بيعملوا بسيميوني بفوقان جريزمان بتقلق قبلك اللي حصل في ضربات الجزاء والتفاصيل دي كلها انا شوف ان قتلتكم مدريد مواجهة بالنسبال وسهلة ومواجهة بالنسبال مضمونة انا عارف ان المفاجآت ممكن تحدث بس يعني مش مع بروسيا دورتموند اه ممكن في المانيا مثلا يخسر واحد صفر قتلتكم يتعادل بس على ارضه حيكسب حيكسب دورتموند وحيكسب مرتاح ما اعتقدش ان المواجهة هتبقى صعبة اه مش هيكسب سكور بس هيكسب مرتاح وهيكسب باريحية واعتقد انه حاجز مقعده بشكل واضح وصريح قتلتكم مدريد في نص النهائي تيجي بقى للمواجهة الاخير على سيدنا محمد بتتكلم فيه مواجهة آآ بارشلونة وباريس سان جرمان مواجهة بارشلونة وباريس سان جرمان هي مواجهة صعبة جدا 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 فوق ما تتخيل فوق اي مستوى عقل وفوق اي مستوى انسان هتبقى مباراة صعبة جدا على بارشلونة في وجود عثمان ديمبلي في وجود كاليا نمبابي في وجود بعض العناصر الشابة اللي عليها يعني علامات استفهام وجدال كبير جدا ان فيه تواهج لبعض العناصر الشابة في باريس سان جرمان واخصهم زائر امري ومش محتاجة اقول لك لويس انريكي لويس انريكي عارف مداخل ومخارج بارشلونة عاملة ازاي الناحية التانية عندك تشافي بالشكل الجديد اللي ظهر به في دوري الابطال السنة دي قدام نابولي في دور الستاشر الشكل كان حلو انا كنت راضي جدا ذهابا وقيابا عندنا مازالت مشاكل دفعية ولو تفتكر اللي بعد مطش نابولي قلت لك جملة بسيطة جدا قلت لك المشاكل الدفعية اللي عندنا لو قدام فرقة عندها عناصر هجومية بتعرف تخلص وبتعرف تشوت وبتعرف تستغل الفرص احنا هنلبس في الزلافة سكة احنا هنلبس في الزلافة فهي دي المشكلة ان انت هتواجه مشاكلك الدفعية قدام فرقة زي باريس بتعرف ما تلبسش الجوان كتير جدا دي علامة استفهام مهمة جدا جدا انا بالنسبالي لو قدري تشافي ان هو يتعامل مع المباراة دي بخلاف اي مباراة تانية انه مش لازم العب بقى الدفاع المتقدم والهاي لاين واعمل فيها برشلونة 2009 وبجورديولا والتيكي والتاكا والكلام ده كله انا بقولك برشلونة تعدي بس لو هو تمسك بفكره والهاي لاين والمساحات والكلام ده كله احنا هنلبس سكة وعالدغري هنلبس بس انا جواي احساس ان انا شاف كل الناس على السوشال ميديا واصحابي عمليني يبعتولي ده انت هتتعبوا جوان ده هترك لنبابي ده كذا ده كذا ده كذا والحاجات دي بتديني نسبيا انه لا ممكن تحصل باريس مش فرقة مرعبة باريس كلها بالنسبالي هي كاليا نبابي واه هم في الدوري ما بيلعبش كتير وبيتركن على الدكة وممكن ساعتها في الغالب بنسبة تسعين في المية او مية في المية هي العب رايح جاي مباراة بارشلونة في دوري الابطال على امل انه هم يعدوا يحاولوا يعملوا حاجة قبل الموسم ما يخلصوا انه كاليا نبابي يحاول يتوج بدور الابطال قبل ما يروح رليل المدريد الموسم اللي جاي ده ايه ذراح يعني بس انا عارف انها تبقى مواجهة صعبة جدا بس تيجي تقول لي تواجه باريس ولا تواجه بايرن اقول لك لا اواجه باريس تقول لي تواجه مدريد ولا تواجه باريس اقول لك اواجه باريس تقول لي تواجه أرسنل ولا تواجه باريس اقول لك لا اواجه باريس انا بالنسبة لمواجهة باريس افضل من كل المواجهات دي كلها بس الموضوع عايز زكاء من تشافي مش عايز حنياكة زيدة وعايز تلعب على قد إمكانياتك وتلعب على المضمون المباراة الأولى على ملعب البارك دي برانس حلو؟ طيب الملعب حديقة الأمراء لو خرجت منه بنتيجة إيجابية كسبان أو متعادل العودة هتبقى في المتناول لكن خسران بقى هناك اتنين وثلاثة ومستني أن أنا أرجع أعمل ريمونتادة والكلام ده كله الكلام ده مش هيحصل فالتوستاية في المباراة دي هي مباراة الزهاب فأنا أتمنى كل الخير وبتاع ولكن توقعي في هذه المباراة قولا واحدا هيروح لبرشلونة على أمل أنه هم يعني نحقق معجزة فعلا بإذن الله طيب إذا أنت كده تتكلم في سيمي فاينال بايرن ميونيخ بالنسبالي ومنشستر سيتي وبرشلونة وأتليتكو مادريد أعتقد أنه سيتي حيفوز على البايرن ويصل للنهائي في محاولة أنه هو يعني يحافظ على اللقب النحية التانية بارشلونة وأتليتكو بارشلونة تعدي أتليتكو لو وصلت سيمي فاينال بإذن الله والفاينال يكون بارشلونة ومنشستر سيتي ومسك الختام بقى والحلاوة والحكايات والروايات لما بارشلونة تفوز بدور الأبطال هذا الموسم تقول لي عمو عمر أنت شكلك صايم وتعبان في دماغك أقول لك احترم حالك احترم حالك وسبني أعيش وأقول لك أن بارشلونة بطل دور الأبطال هذا الموسم على العموم هنشوف سيب لي توقعتك تحت في الكومنتات قل لي متفق مختلف شايف إيه المميزات شايف إيه الإيجابيات شايف إيه العيوب ممكن مين يصعد على مين قل لي كده توقعاتك بالترتيب كل مواجهة لحد البطل من سيكون بطل هذه النسخة طالما وصلت الجزئية دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودوسك رأس التنبيهات عشان توصل لك كل الحلقات اللي بتنزل أو البول على طوله اتبعني على كل البلاتفورم زي مختلفة لي السوشال ميديا هتلاقيني دايما موجود معاك دائما وأبدا إذا نهاية تحياتي عمر خالد دمتم فرعة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة